بذات الآلية وعلى نفس الخطى صار شركاء العملية السياسية في العراق لاختيار رئيس حكومة جديد خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط ثورة تشرين والفاشل في إكمال حكومته محمد توفيق علاوي فوقع الاختيار على النائب عدنان الزرفي القيادي في اتلاف الناصر الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي أزمة تمخذ عنها اختيار الزرفي وتلك في العراق كثيرة التكرار وهي لا تكون بطبيعة الحال مفاوضات سياسية بل صراعات طاحنة واتهامات بين الأحزاب بصورة أدق هو صراع محاور إقليمي ومصالح سياسية تعلو فيها يد إيران المتغولة في العراق القوى المقربة من إيران أعلنت رفضها لتكليف الزرفي متهمة رئيس الجمهورية برهم صالح بتجاوز الكتلة البرلمانية الأكبر والاعتداء على حقها الدستوري هذا حديث النواب عن تحالف الفتح أما قادة الميليشيات الذراء العسكري للتحالف فقد ذهبوا أبعد من ذلك بوصف اختيار الزرفي بالخيانة والمؤامرة كون الأخير يندرج ضمن تيار العبادي القريب من واشنطن البعيد نسبيا عن إيران مصير الرجل لا يتوقع له أن يختلف عن سابقه محمد توفيق علاوي فالأخير ظل متأرجحا بين الكتل محاولا إشباع جنون السلطة الذي ضرب الأحزاب المتنفذة في البلاد لكن دون جدوى فانتهى الأمر به مستقيل وكذا الأمر مع الزرفي الذي لا يرجح تمريره كما يؤكد ذلك نواب في البرلمان عدنان الزرفي بتاريخه الحافل في التنقل بين المناصب رفضته ساحات التظاهر من أول لحظة لترشيحه لعل أحدهم يسأل ماذا عن الدماء التي سالت ماذا عن ستة أشهر من تظاهرات شعب غاضب ماذا عن إرث ستة عشر عاما من المأساة من يتحمل التبعات ومن سيدفع الثمن ترجمة نانسي قنقر